موسيقى نحن هنا متواجدون بولاية تيبازا ولاية تعتبر من بين أهم الولايات السياحية في الجزائر ولاية أطلقت الحكومة فيها مشاريع سياحية عديدة منها مشروع التوسع السياحي ودسابت مسلمونة في ولاية تيبازا لدينا 22 منطقة التوسع السياحي وهذه المناطق التوسع السياحي برنامج من برامج الحكومة منطقة التوسع السياحي ودسابت مسلمون عندها مساحة إجمالية تعملية 75 أكتار وهي جاية بين زوج بلدية عندنا 100 أكتار في بلدية قرية و75 أكتار في بلدية مسلمون على الرغم من الفوائد التي ستنجر عن إنجاز المشروع إلا أن مشاكل عديدة صدفته من بينها عدم قبول بعض القاتلين بالحي السفلي لبلدية مسلمونة قرر الترحيل بالنسبة للإشكال اللي راه في الحي بمعظم يعني الساكنين اللي راههم على حفة البحر يعني يقيمون في سكينات هشة يطالبون بالترحيلهم وحوالي 17 ساكن نائق اللي راههم على الجزء السل الأعلى للحي اللي عندهم المحلات هذوك يعني رافضين رافضين يعني لا 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 وإحنا الحد الساعة إحنا قمنا بمجرد إحصاء هو بمجرد إحصاء يعني لا غير مطالب عديدة واختراحات كثيرة قدمت من طرف سكان الحي السفلي لبلدية مسلمونة أهمها تسوية وضعيتهم وحصولهم على الملكية بحكم الأقدمية نحن مطالبنا كسكان حي السفلي هي إعادة تصنيف هذا الحي من منطقة التوسع السياحي يعني لأنه في مخطط توجيه العمراني الأخير اللي بده صنفه منطقة التوسع السياحي طالبنا تصنف ومن بين المطالب نطالب بالتسوية هذا الحي هذا راه حي عنده عقد عقد جماعي بالأسماء وعقد راه ممضي من طرف الوالي لا نريد ترحيل نريد تسوية الأراضي تعنا من جهتها مديرية السياحة للولاية قدمت بعض الاقتراحات لتجوز هذا الخلاف مع سكان وتتسيد المشروع على أرض الوقع مع السيرفيس الوزارة والولاية درنا خدمة سوف نقوم بعمل هذه المدن منها هذه السيتي باس وقترحنا هذه المناطق لنخرجها من الوعاء لتعاق المناطق التوسع السياحي بين مطالب سكان وقرار الجهات الوصية يبقى مشروع التوسع السياحي لبلدية مسلمون بيتي بازا رهن الانتظار إلى حين رغم الفوائد الاقتصادية التي قد تعود على المناطقة بكاملها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر